مزافي ماشي؟ لا فهلا نستن؟ لقفه ميسي! ميسي! ميسي و الجون! جون! جون! ميسي يا ميسي يا ميسي! يا معل حسي! زطالة في المدقة! مين؟ أنا جابر يا كبير! أنا نايم يا جابر! نايم! أنا نايم! بس هذي أمر مهم جوا يا كبير! عم قد دلالك يا حبيب! موضوع ما يستناش يا كبير! انطر عاد! قلتلك بعدين يا أخي! راجل تبت! دعالولي بقى! دي أنا حشيلكم الطين! جوماني عاد ما سكتش! قلتلهم الشغل بالمرجع دي ماينفعنيش! دا احنا لسه ما خلصناش نص المغزل! ولا فاكريني يعني أنني راجل كبير! يعني راجل كبير صح! لكن عصب! بلك أنت أنا السنة اللي فاتت كنت... بليز أثر! بليز! الرجال سمعوا البوكين دول جاموا نزلوا على الشغل كفت ريال! جاني حامزة وجلي حاجة غريبة جاوي جاوي جاوي! إيه! إيه حاجة غريبة جاوي 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 دي! جلي إنهم لجيوا خازنة! خازنة جديمة جاوي! من أيام المرحوم الكبير جاوي! ورسها عن جدود جدود جدوده! ها ها! وبعدين! وهما بينفضوا الخازنة كان عليها طراب يامة! الطراب ديه دخل في نقاشيشي! جوم إيه! عم جابر! عم جابر! أنت عايزني أقطع شرعيني ولا أشنق نفسي عشان تستريح! ليه؟ بليز! بليز! أثر! فين الخازنة دي؟ في المخزن! حلو قوي! إن ده الرجالة يحطوها في اللوبي وأنا عديلك حلال! يحطوها في البوبي؟ واندرفول! زي ما اتفقنا يا كبير! كل اللي هنطلعوا من الخازنة دي بالنص ما بيننا! توكلنا الله! ايه ده؟ بحبك يا كوكي! وبوصة كمان! الكبير جوي كوكي! دي الجيه مجامة يا أولاد! مع إن كوكي ده اسم بلدي قوي أنا معاكو! بص خلي ده من نصيبك أنت! يعني مش عايزه! لا حوله لا جوت! إلا بالله! ايه ده؟ كل دي عجود جواز باسم الكبير جوي! ده عقد باسم سيناء عبادي السيد! بنت عبادي السيد! ايه! وديه باسم النبوية حامد أبو بكر! ايوه! بنت حامد أبو بكر! وديه باسم رضى عبدالتواب البهنسي! ايوه! بنت! لات ميجاس! بنت عبدالتواب البهنسي! ما شاء الله! وعرفت كيف! سوبر باور! ولسه! الله يخرب مطنك يا كبير! ما فيش واحدة في البلد لما حطت عليها! داد! عبا بابا بابا بابا! كبير جوي مع الشحرورة! الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها! اجمل ست ساعات قضيتهم في حياتي! اسمك سيظل محفور في جلبي للأبد سنظل أصدقاء لن أنساك حتى الشحرورة ما سلمتش منه بص هو ما قاليش على الحكاية دي بصراحة يورداد كان زير يا معلم اخرص يا تومس اجحش من دهل زيرياد الكبير قوي اه هو ما يقصدش زير بمعنى زير يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان اخرص يا اجحش انت كمان الله يقصفك يا بوي اهده هيكون ايه يعني ما هو صندوق او ما انا عارف ايه هاتير انت انه صندوق حديد هليفتحه كيف دي ويه اللي جابه له انتو لجيتوه ايه ده انت تعرف قصته بليز احكي لنا يا عام جابر بليز احكي لنا جدكم الكبير خالص لجي الصندوق دي وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا جاعدين فيه دي وما حدش كان خابر كيف بيفتح الصندوق جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زاهدوا وعرفوا ان الصندوق مش حينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليها ومن ساعتها واحنا نسمعش حاجة عن الصندوق اوكي طيب ما نمشي زي قواعد ما بتقول مش فيه لغزة عالصندوق ايوه تمن قطط وبينهم اختبوت وحلهم في السطح ملطوط ايوه ايوه ما تصعل عليه هاتي يا عم تمن نقاط وبينهم مخطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط حارت ودارت فيه الناس بصوا للسطح ونسيوا الاساس دالوا للأساس ما كان السطح موجود ايه الكلام الغريب دي انا ما فهمش حاجة اساس وسطح ونقاط وخطوط حاجة مخول نقاط وخطوط نقاط وخطوط بس انا فهمت ايه ديه سحر سحر كيف سحر ما تعرفش السحر ما عرفش السحر كيف يا ولي ايه معروفة الرجل اللي بيطلع الفروت ديه من تحت باطو ويطلع الارنم من البرلطة لا مش السحر ديه ديه سحر الخطوط الخطوط ايه وكروت ايه يا هاتير انتي اللهم احفظنا اللهم احفظنا السندوق ديه معمول عليه عمل وفيه جن مقرمت على السندوق ومكلبش فيه وعمره ما هيسيبه إلا ما يتفق العمل من عليه وساعتها يدفتح عادي جدا ايه انتي هتل McG迫ين ليه يا ولية اللي تلبس على الاخر الليل الله واكبر الله واكبر باعية باعية تسامحوه ما يعرفش حسب علي كلامك يا كبير دول معنا وحوالينا فكل مكان تقول لي معنا وحوالينا فكل مكان يا ولية احدا كلمة زينة قوليها ما حدي قسط كتمة مافيش غر مولانا الشيخ شديد هو اللي حيفوك اللغز ديه من الشيخ شديد دايه الشيخ شديد دية رجل مبروق ولا رجل مبروق ولا رجل مزنوك أنا معرفته السبسي في الحاجات دي يا كبير دارت يا عرأ وكي طمجحش حارت ودارت فيه الناس بصوا للسطح ونسوا الأساس دلول الأساس ما كان السطح موجود لا الكلام ده مرهوش معنا الكلام ده تخريف أنا بقى حاسة إن الحل في الثلاث كلمات اللي مكتوبين باللغة الغريبة دي إكسكيوز مي يعني أنت عايزة تقوليلي إن الثلاث كلمات دول هيقولولنا مفتاح الصندوق فين أيوة طبعا وما للسطرين اللي فات في دول كلهم عبارة عن إيه مركة الصندوق لا لا بص الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عبارة عن يعني جن باب الشقة تحت سجات السفرة الشنطة اللي فوق الدولاب بالرغم إن الجملة الأخرين اللي إنت بتقوليها دي أربع كلمات بس أنا فهمتك طيب سهي إن أنت صح معناهم إيه الثلاث كلمات دول بص أنا مش عارفة بس أنا هحاول أعمل عليها مصيروش يمكن أوصل لحاجة أي جانب فيه إيه لقيت حل اللغز بص بقاء معلم حل اللغز ده في العلاقة التعمودية بين السطح والأساس السطح هو سطح البيت ده والأساس هو أرض البلد لو ركزتوا معي هتلاقوا إن في البيت ده فيه أربع أركام بأربع نقاط وفي المزاريتة كلها أربع أركام بأربع نقاط يبقى كده المجموع تمن نقاط التمن نقاط دول لو مدنا خطوط مستقيمة بينهم هنلاقيهم التمن نقاط دول هيودونا لتمن أماكن مختلفة التمن أماكن مختلفة في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقطعة مع اي خطوط تانية لكن لو احنا مدين خطوط متقطعة معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطة دي والكلمة الوحيدة لما حدش اخد باله منها في اللغز ده هي حارة وضارت هي ايه حارة وضارت يعني حواران الشمس ودورانها انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطة دي والغروب بيخرج من النقطة المعاكسة لها اللي هي دي لو مدين خط من الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بينقطعش غير مع خط واحد في نقطة محددة قوي وهي النقطة دي محروق حوارانك على دورانك على اخطوطك يا اخي ده الكلام اللي في صندوق اسهل كتير جوني ما تقوليش ان انت مفهمتنيش طبعا ما فهمتكش طبعا يعني بس واضح ان الهارة اللي انت هريته من شوية ده كلام مدروس وموزون وفيين المفتاح؟ المفتاح ما تفهم في النقطة دي نو اي نو اي المفتاح يكون هنا جوني انا حاسبها قدامك اربع مرات بص امشور المفتاح هنا توماس انا العمدة ما ينفعش بقى مسك ماء اولو بحفر هنا شكله هيبقى ويرد لا ما تخافش احنا مش هوحفر هنا احنا هنحفر جوه هل تخافش؟ الناس جوه عينة شوف شوف راجل فيبوت اهو اهو انه عمله زي داستو داوشة انت مجنون احنا مش هوحفر في المكان كله احنا هنحفر في نقطة معينة والنقطة دي ممكن تكون في حتة يعني مش قلق قوي انا مش ممكن اشكك في عمل شيطاني زي دا جوني كامون المفتاح جوه جوني ايه ضمال يا كبير ايه دا كيف في الوقع المربرة بديت طوال الشيخ شديد دا اتأخر ليه معلاش يمكن اطريق زحمة ولا حاجة الشيخ الجديد يجيلك من بعيد ما تهمهوش الزحمة ويفود في الحديد في ايه؟ فراخ بريد لدينا مطعم وليه؟ ما لك يا برنس؟ جلدان شوية فتاة يا كبير شوف تعرف اسمك كيف؟ بسم الله يا ما شاء الله هات اللى عندك يا كبير شوف باغتصار كده جدي الكبير خالص وهو عمن يحفر في اساس البيت لقى صندوق صغير كده والصندوق في شيء سمين وهو دا المراد مضبوط هواواواواواواواواوا كمل الصندوق دي هيسم الله على مجامك مكتوب عليه لغز وما ينفتحشي الصندوق غير لما تحن النخذ اللي عليه اللهم صلي عنا بي يا السلاة والسلام أني جنجف وولة اللغذة بيقول إيه بقولك تم النقط وبينهم خطوط كل نقطة منهم انت حتروش يا وهيك موهة أكمل تم النقط وبينهم خطوط والحل فوق سطحهم موجود حارت ودارت فيهم الناس بصوا للصطح ونسوا الأساس دلولة الأساس ما كان الصدح يكون موجود 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 احنا شكينك ده يا مولانا ان السندوق ده عليه سحر الخطوط وان فيه جن مقرمت على السندوق ومسوجره وعشانك ده نجينا لك عشان تفكرنا اللغز ده هو سحر الخطوط من أيام الجدود في السندوق موجود وحيفضل ممدود لحد ما يقول العوان والمستخب يبان ونفكر عيود وحنفكره الجيود ده كيف يا مولانا نعرف الأول مين الجن اللي مقرمت عليه ونسأله عايز إيه وحنعرفه كيف نجيبه هنا وسطينة ونستفسر منه ونجيب منه ليه يا راجل اللي مخبل انت هاااااااااااااااا براحتك ده باينة بجمرين طابع نراكز بقى شوية مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا اااااااااااااااااااااان اللي هاسبكو سوا احد 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 الحركة اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالصد واللي حيغلط انا مش مسؤول يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني يلا يا جني جرب مني قبل ما عمي تسأل عني ماما حضر انت مين انت مين وعايز ايه انا سمير يا شدو تنسيتني ولا ايه اه لان سمارة ازاك يا سمارة عامل ايه تمام يا شدو انت اخبارك ايه تمام اصاحب الحمد لله زي الفل ينفع كده يا عم سمير ما نتقابلش غير في الشغل وبس مفيش مرة تعملهم فجأة وتشد المدان في ايدك وتيجي تزورني مشاغل بقى يا شدو انت فاهم خير انت بعد تالي في حاجة اتا امزعة للناس الحلوة دي منك ليه مفيش عم جديد ده كان حوار كده بنيو بالراجل دفن الصندوق ده ايه حوار قلق يعني ولا ممكن حلو حلو كده بالمحبة مفيش كان واخد ماني فلوس يا ام ومات من غير ما رجع علي كام يعني خمسة وعشرين الف جنيه قريبة يعني والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كبارة وما تفريش مع المبلغ التفهة دي احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا بكوين ولا تلاتة عزبوا بس ما تموتوش ما ايه مفيهاش اصلا انا شاده وبعدين زمان الخمسة وعشرين الف دول كانوا ضلع انت بس مستعي في الرقم دلوقتي انا لو حطاتهم في بنك كانوا عملولي كام وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاكم الاخر لما لقيتك انت اللي في الطلقة دي ما عليش يا سامرة معنا صحاب برضو الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب بس ما تجيش عليها برضو عم جديد وانا اقدر برضو يا سامرة مفيش غير بس البكوين اللي قلتلك عليهم هاه قلت ايه بس يعني مبسش بقى يا عم هي حلوة اوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شاده ربنا يخليك يا صاحب او كده استبينا يلا شد ومد سلام يا شاده مع السلام يا سامرة هاه ايه رأيك بقى يا عم اظن كده خلصتلك الحوار بتاعك تمام التمام واحمد ربنا ان هي جات في سامير لو كانت جات في جن يا حرق كان طلب منك دولار ويني ويورو وكان قالك كان يوماني ودكان الزلباني ربنا يبارك لك يا شيخ جديد اللي واحد بش يعرف من غيرها كان هيعمليه الحمد لله خد يا كبير الحجاب ده وتبعتلي الفلوس مع اي حد والساعة 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسامير انت تفتح الحجاب ده وترشوا على الصندوق يقوم مفتوح على طول وما تنساش تبعتلي العمولة بتاعتي انا باخد عشف المية مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك بس انت متاكد يعني ان الصندوق هينفتح وهنول المراد حىي Спасибо حتنول المراد من رب العباد بوه الساعة 12 ها يبقى انت الساعة 12 طب يعني اعمل ايه فضل حجاب على صندوق لا فضيه انت لا فضيه انت انت خايف يا كبير او الليل طبعا لا بش يعني ممكن يكون فيه عفارة ولا اغبارة وانت عارف عندي حشاسية ماشي اوه 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 يمسك نفسك يا كبير بهزر معاك اوه اوه تاني مرة تعمليه يدرعك بالجزمة حقك علي يعني يعني اوه 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 يا ابنين هاي ايه الاخبار زي الزفت على فكرة بقى انا توصلت الحاجة مش خاطر تقاطع ده كان مودينا على نقطة النقطة دي هي نقطة الشرطة اوه 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 طب معلش ماشينا قلتلك يا جماعة ان اللغز ده كلام فارغ ما صدقتونيش انا بقى متأكدة ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الهيروغليفية دي واوه وصلت الحاجة? يعني خلصت معظم رموز فاضلي بس ثلاثة اوه اربع رموز كده ها دعم نعلم يصيرش عشان اخلص محروق السحر يا الشاوز على شرطك يا فتاقية حقق عليا يكابير طلعنا الصاب والبلد كلي اعرفتا والحكومة عرفة وانيش عرفني يكابير فاني ازفت الصندوق دي اوه صندوق هوي كبير اتاكسروا اكسر ايها مجنون سيب مش الحق اه بس فهمت فهمت ايه يا دي حلمت اللغزة التمن نقط اللي بينهم خطوط هم السندوق الحل ع السطح موجود وهو سطح من أسطح السندوق ده يعني حارط ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي صدق معاك حق لو الكلام ع السندوق ده يبقى السطح هو الحتة اللي فوق والأساس هو الحتة اللي تحت طب وإيه موضوع دلول الأساس مكان السطح موجود لا دي حكمة كده بتتقال في الآخر عشان ناس تتوهم ويبقى فيه جاو سسبنس بس اوقع دفتي اوقع دفتي بعرفك ده وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفاتي أو أي شخص يجد هذا السندوق ويستطيع أن يحل اللغذ الموجود عليه لقد تركت سروتي كاملة لك حلال عليك السروة التي ظللت أجمعها طوال خمسون عاما من عمري وقد جمدتها في صورة زهر منع للتلف وهي موجودة بداخل السندوق ايه دي؟ دي نهين ده؟ ولكن ليست هذه هي كل السروتي التي تركتها السروة الحقيقية التي يجدها من يفتح السندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة حلوه أوي أنت تأخذ السبرة والعزيمة والحكمة والشياء وأنا أخذ هذا الاثنين جنيه هم يروا كام يا توماس؟ أيوه بطا عالفين ومص لا لا خليهم لا بس أنا حرفت الحروف اللي نقفهم صوني يا عب الصين؟ صوني يا عب الصين؟ ايو اسيب دي يا جوني استنى يا جوني الظهرن في حاجة مهمة اي ادور دوس فيلم ساو شفته اكثر من مئة مرة ليس لغير دلوقتي ما زهقتش ماني توماس جوني؟ سوري انت مش مقدر حاجب المسؤولية اللي انت بقيت فيها ايزي مان تقدر تقولي انت بالك قدي يا عمدة؟ يعني الحب الحلوين اوكي الحب الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ كل اللي انت عملته انك حلقة للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقت ان اعمل اللي انت بتحبها بس اوكي ام شوية من انعاردة هعمل الحاجات اللي انا بحبها واعمل حاجات اللي انت بتحبها كمان هابي؟ كامون! البلد فين؟ اه! صح البلد انت نسيت ان انت عمدة؟ نسيت ان العمدة ده لازم يتواصل مع الناس اللي الف البلد؟ يعني اعمل ليه يعني؟ اروح لكل حد بيته وتتواصل معاه شوية؟ سيمي الموضوع دي عليّ انا عندي الحل سبري امان الميديا الميديا جوني هيتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله انت ببتشوفش هول ويد ويل والشعلاب اللي عاملها في الناس ده حتى هنا في مصر الميديا عامل شغل اجامد قوي عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمر دياب في الكليب بتاعتمالي معاك عارفت باع منه قم قطعة؟ اتنين مليون قطعة ومضربين ده المزاريتها الوحدة شارية ولا عشر تلاف قطعة طب يعنى دئمبلز الطير كيلو في اية جيم في مصر، الآن بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجلة اعرف bitarayolan bedroom ійكي ديابا 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 الي أنت عايز اناعمل فيلم؟ واعيо انا البطلة يا دياني و cupcakes بطلة ايه وفيلم ايه الهبل ده احنا هنعمل قناة المزاريariumت تشانيل جول مش كده الفكرة دي جامدة جده يه بس هتكلم فلوس كتير في الاول بس لكنMedك كده كده ه 달مكن فلوسك وهتكسب، يعني إعلانات، سبونسورز أنا موافق، بس خلي الموضوع سيكرت عنه من بالله العيل دي عم تطبخ في حاجة؟ تدينهم سبوع على الحال ده، ود 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 طب وإحنا مالنا، ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي خلينا في حالنا يا كبير بص يا جوني، تعالي تمس بص اللوك ده كويس، بس ده أحسن، حس أوريجين الأكتر صح؟ شش، ساني واحدة بصراح يا جماعة، أنا عجبني اللوكو الأولاني بس اللوكو الأولاني، هجيني حساها عادي، يعني مش آه، التانية أحسن بكتير على فكرة إيه ده، انتمالكو، انت تلاقي برا الموضوع خالص وانت، نسيت نفسك ولا إيه؟ أنا صاحب القناة، انت شغال فيها، اعرف حجمك يا توماس أنا ممكن مدمرك أوكي، كارم دون، الحكاية مش مستهلة بعدين احنا اتفقنا من الأول، أي حاجة ليها علاقة بالستايل والفاشل أوكي، شش، أشلي، عملتي إيه مع شركة السيتالايت هم لسه بعثين إيميل حالا بيقولوا فيه إن الدفعة الأولى وصلتهم من البنك بتاعهم والتردد بتانا تحجز جريت، كده يبقى ابتدينك جند كده مش فاضل غير هادرس يجيب التصريح اللي بقى لها إسبوعين ووقفة مش فهم أنا ليه هم اللي عطلنا التصريح وصلت ماذا؟ ماذا؟ أصفتي كمم مهدس كيت؟ كان داخل صوتك في المهيمة عندك حق يا كبير، بي أنهم مرقّدين على مصيبة بس انت عارف جرار الموضوع ده، تلجاه كيف؟ كيف؟ أنا أقول لك ها، أنت فيها تفوق ها، أنت فيها تفوق ها، أنت فيها تقول إيه؟ يعني ما أنا وكش تاعترف هادي ها أهلا، أهلا يا كبير، خطاعة زيزة نورت المخزن ها فاني معليكو يا رديالي ها، عامل إيه الوضع معاكم؟ ها، أمتربس حبيتين، اللي مش وقيا عايق جب هديلو كدير لا، مش كدير، هديلو ساعتين زمن دلوك با، قدي حيموت طالع من الميا يا هديل ده مهمن كان يعني بلدياتنا وموته هيأثر فينا هدرس، تعال يا هدرس ما تخافش، أنا مش هزيك أنا لو عاوز أزيك هزيك، أنا مش عاوز أنت عاوز؟ أه، أحب على هدك يا كبير، مش عاوز هزيل، تقولي يا هدرس أقولي إيه؟ الناس دي هزيلا ساعتين هتعدن فيي ويقولولي يقول، قول قولولي بس أقولي إيه وأنا أقول على طول باه، وأنت ما قلت لهش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلت ليش أنا أقول لك اللي قلت له عليه وما قلوه لكش قول دلوق جوني وجامعته عما يطبخوا في حادة بقالهم شوية إيه هي؟ حادة؟ تفتكر إيه هي؟ ظاهر أن صحتك جات على الميا وجو المصايف يا هدرس فزاع عامري جلابك أقول، 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 أقول جناة، سيدوني، هاعملوا جناة عديشي على التلفزيون جناة ويطلع على التلفزيون والحاجات دي ها؟ اسمع يا هدرس لو فتحت خشمك بكلمة واحدة أخلي أكبر حتى في جدك دي؟ أو لي؟ أنا هديك عينة مؤقتك دي عشان اتفكر مليون مره قبل ما تفتح خشمك يا أشرف أعمل يا كبير أعمل الصح يا أشرف ما بالاش الصح يا كبير؟ ما بالاش الصح يا كبير؟ ما بالاش الصح يا كبير؟ يا أعمل لي جناة، أعمل لي عاشرة يعني انه نعمل لي يا كبير؟ عنده الوابا سيوني ساد، ديه بتاعدش وحصلني على الدوار أعمل جنابك اسمع يا بسيوني وفركز معاي زين اقبر يا كبير انا عاوز اطلع في التلفزيون كيف يعني عاوز تمثل امثل كيف يا جموسة ما تستغباش انا عاوز يبقالي جناة كيف الجنوات اللي بتاجي عدش دي بسيطة يا كبير بسيطة كيف هتجيبلي عشر تلاف متر سلك وفيديو والشراية اللي هنحطها في الفيديو ونزيعوا للناس اهدى يا بسيوني لطغك هطير ولا ايه وبعدين نكمل بس كده بس كده وتمانية جنيه شغل يدي ماشي ماشي وكده الجناة تاجي بتلفزيون تاجي يا كبير والمزاريتة كلتها تشوفها حقه هاضي يا بسيوني لو عملتها عبقاليك الحلاوة عابع كبير ده انا بسيوني ساعة اللي دخلت لأوروبا واجهي جبلي انت هتتنطط ياد ولا ايه قسره الموضوع ده هياخد في يدك قدية سبعين بكتيرة وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير اللهم اصلي عن نبي اسمعيات الموضوع ده لازم ان يتمكو تيمي لو حد خات خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي وبرضو همسكك السلكاريان بكرا هيبقى يوم تاريخي آي كانت وايت مشاهدة آي كانت وايت اخيراً بكرا حاخد خطوة جديدة في مشواري الاسطوري في المزاريطة أعيبة عليك جوني أنا عمري وقتك انت مالك بالمضوع انت كل ما عمل حاجة عظيمة تحشر نفسك وخلاص انت حياليbay الفكرة ايه يا جوني كان داون ااايايا يا جماعة Johns انتمشوا نلحظون حاجة غريبة اليومين دول؟ لا مش الليمين دول ده من زمان قوي انت مش اخدا بالك كل ما عمل حاجة عظيمة وقسطورية قول لي انا فيها ولا انا عملها لا 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 مش هو ده قصدي اه قصدك حبوبي شوال بدلت تطلع لك ايه ده انت خكت بالك باين قوي بصراحة بصي انت خفت شوكليت وعصبية بجد؟ لا حاجة تانية ايه ايه انطقي يعني الكبير لليه حس ولا خبر ولا بينطلنا كل شوية كده زي عبايدو قلت لقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه الحاجات دي انا ده حتى فزاع اختفى فزاع خبيب القلب فيزو بموت فيك يا فيزو بليز ما سيبنيش يا فيزو جاني دي اختي فيزو يعاني عليك يا ودبوي يعاني عليك عما نحرطت في مية مدريش في اللي حيحصله لما تنزل القناة الكبير انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد والليه ناوي بس في الوقت الصح اللي هو ميتة الوقت الصح دي ما تشغليش بالك انت يا هدية انا عاوزك تركز يزيناهم في البروجرام السبوعي نحنحطوه في القناة عنديني قديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح اها يوم الافتتاح دي لازما ولابد يبقى على رأيي المدعوق دي يوم جامد جدي تومس شكلي إيه بيرفريكت مستقل بلسفل قولني الاستهار بيناء كذا بيناء اوكي اه ا quiet لا 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 انا شوغل انا انا فونكي وويلد فهم ما تدخلش في الملكشوي في عمسيك اوكي يلا يلا صباح الخير يا مازاريتا صباح اشتات النهاردة يوم ميلاد قناتكم الفضائية الجديدة الجامدة جدي مازاريتا تيفي حتروشكم واتفرفشكم وفي مشاكلكم حتحللكم مع مازاريتا تيفي المازاريتا بقيتا على الخريطة ايه عايدتا مش عايدتان مش عايدتان مش هتديني اداء انا عملتا دا وخلاص خلص الموضوع مش ممكن اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجنا الجديد برنامج الست الفت النهاردة اقول لفقراتنا هي فقرة الاكل وطبعا كلنا بنحب الاكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدبا والنهاردة هنحضر اكلة بسيطة جدا وهي فطيرة البروكلي بالرمان وانا عارفة من الاكلة دي كل الاطفال دايما بيطلبوها منكم يا مامي عايز سيرة البروكلي بالرمان يا مامي عايز سيرة البروكلي بالرمان ودايما بيشتروها من بره بس لا نقول نو ونعمل ستوب ان ديس بوينج ونخاف على صحة اولادنا وعدى جيستف سيستم بتاعتهم نحن هنا في برنامجنا الست الفيت ما فيش حاجة اسمها مستحيل ما فيش حاجة اسمها ان البيبيز بتاعتنا ياكلوا من بره نحن هنا بنعمل كل حاجة في بيوتنا بأيدينا النظيفة والمقدير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وموجودة بأي سوبر ماركت والمقدير هيا هاف كوب اوب زيت زاتون تلات حبات رمان بسلطين مبشورين وبيض وملح بيدوب في نصف كوباية مياه دافية ودقيق وطبعا البروكلي والبروكلي ده ايه شوال كرات اللفت من غير مياه نقول المقدير مرة تانية ودلوات جي معادنا مع الفقر اللي بتحبها كل ست عرض فزيع بل فوق الفزاعة من كل دفل هات العالم لقطوط الموضة لعام 2010 اللي هي الطوطة يا دي يا دي يا زوان ده شكله في ده كاس العالم للمأترية طب قلس خمس دبريلمك وقالتهم بخير جميعها حتى يجبهم لإمكانهم أولاً بإمكانكم وصفتها وقالتهم لتحضر مقابل أتبقى بالأمان يا ميم بالله العيالتي نوزر أكبر لوزر زي كبير هل هذه العيالتي هتيرة؟ عندي برنامج على السحالي و فراس نملينا البلد، نحن نجيبوه من الحيطة لا ولا البت أشلي جايبالك نسوين كأنهم نزلين من الفضاء وتقول لك قليه موضة بسي ما تقوليش نسوين على رأيك كبير هيا دي نسوين فين الست إليسة والست هاياتهم وال جوفي عملي عملي وكيف الجحش جوفي جوفي على فكرة دي مسروق مسروق أمنية بتاع العين العفش اللي عملي 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 أهلا وسهلا بيكو برنامجكو حمار الأحلام البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار احنا عملنا بحث لقينا انها مواسيلة انتقال في المزاريطة وكل القرى المجاورة هي الحمار بس ليه كل الحمير تقليدية ليه ليه كلهم يا بيض يا جري ليه مفيش حمار مميز ومن هنا بقى دي فكرة البرنامج ان احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحاول له حمار الأحلام وفيه حالة عندنا اللي هي مش مش اللي يعني لما سمى مش مش بقى مش تقليدي اهو وصحبه اسمه عم السعيدة تعالوا نشوف الحكاية ان مش مش عندي من هو عائل صغيار ربيته واعتبرته عائل من عيالي بيجي فيه معزة عائل من عيالي ومن ثلاثين ثلاثة حصل ان مش مش تشكله بتأحوالي ينهج ليل ومهار ويوجع الطراج ويقعد يتمرق في الأرض والمهم قلت لازم ألقى حل المش مش عرفت ان سجوني عامل برنامج في الجناب تحته قلت اروح لسجوني امكن يلقى لحل ولما جيت لسجوني وديت الحمار وقلت ممكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمدة جوني يعني وربنا يسطره ان شاء الله وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ عشان هو اول مشارك معنا برنامجنا حمار الأحلام عم سعيد سلام عليكم يا عمد ماذا ستبقى يا صديقي؟ بومبو تمام بوم 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 آية دول هل تزيد عظموا المفاقرة؟ جاهز ان شاء الله لعصابك حديد؟ بالله اي رجي ما شايلانيس بس يلا ربنا يسطر ثانيا ثانيا هيا داة كلهم هيا داة تفور هيا داة تفور هيا داة تفور ايه يا عتير انت؟ تدخل سويقا في حريم اضعفوا جنابك حاجة مهمة اه الوقت باسيوني سات عيبلغ جنابك انه خلاص كله تماما تماما عملت تواصلات ويجهز الجلال البسي ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل التلفزيونة في المزاريطة عفارم عليك يا باسيوني هذا فزاع امر جنابك عاوزك اول ما الليلة ليل ما احنا بالليل اول ما الناس تنام ارتحتك ده تنزل تبذر البلد كلات هبوسترات وفلايرز يلي فلايرز داي فلايرز يا بروشور اه انا عاوز اول ما الناس تزحى الصبح تلقى اعلانات جناتي الكبيرة مغرقة كل مكان امر الجنابه هيخصو لها كبير ازاع اه طير انت ايه 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 كل هبوسترات دي وايه المكتوب ده تشوفها تثبتك تقلبها نعبتك اه الاجل فاتطمه ايه ده ده كمان كاتف فوق كي وان كي وان ده ايه قيادة الكبير وان كي فور كبير يا يا ابن اللعيبة لا 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 هو هتقول لي ان ده اعلان خناه ده اخر و اعلان دروس تقوية رضا زينهم ملك الكيميا لا 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 وبعدين الباكجراوند وحش جدا والستايل زبالة وايه الكلام المكتوب ده انت عارف اكتر حاجة مدايقانة ايه ايه مش انه بنافسني انه قلود مقالوش ستايل قلود وانا بي زي وزي هادرس زي بقية البلد كلها ما يا جماعة مش معنى ان انا ستايل جامد جدا وشاكلي روش الناس كلها تقلدني تماما انت هو صاحبي بقالك كتير وقوليك ستايل تاني اه بس ما فيش حد تقلدني ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي يعني جامد بس مش جامد قوي اوكي على فكرة الاسلوجن ده ينفع راب جامد جدي بصني تشوف هتوزبتك اها تقلب هنوزبتك هاجي تشوف هتوزبتك كمان تشوف هتوزبتك اها تشوف هتوزبتك اها توماس انا مصدوم لا بجد مصدوم انا في الاول كنت فاكرة ان هادرس بس هو الوحيد القلود طلع لا الكبير كمان ده ناقص يحلق شنب ويشيل العامة ويعمل راسك ازي مش ممكن يعني انا خايف بجد انام في يوم واسحة لأ البلد كلها جوني انا جدت لفكرة برنامج حلو قوي ممكن احطان في القناة ايه بي يورسوف حلوة جدا حلوة جدا اسمنا بقى بي يورسوف ايه ده تفتكر كمين كنا عامل برامج شكلية ايه يعني اكيد حاجات يعني كاتيانة اكيد 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 يعني ممكن يقلد التمانينات مثلا يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل عارف الوردة الليل موجي بيجابها هيمين واسمال حبيبتي اشتقتوا بيليكي لا ريلي اشتقتوا بيليكي متاجي عارف ممكن يكون عامل ايه كمان ايه برنامج منوعات ويسميه كرة صهر تفتكر الكبير يكون جايب مين مزاعين يعني اه اكيد مش هجيب منشاز لي مشور يعني بس ممكن يجيب حد من الغفرة بتاعه اشرف اشرف وياخد اشرف بقى يعمل بيه برنامج اشرف حول العالم كل يوم وغمرة في غيت شاكل يعني مرة غيت مانجا مرة غيت موز مرة غيت لوز يا حول علمك بقى البرنامج ده هيبقى حصري على القناة حصري حصري بقت موضى اصلا ده احنا نشوف ايام ضحكي جدا بس تعرف يا معلم احنا ربنا بيحبنا موت ليه بقى ليه عشان احنا من جوا طايبين بجد وكيوت حقيقي يعني سبحان الله ربنا بيخلق الحاجة الحلوة وعشان تحس بجمالها وحلوتها بيخلق جنبال حاجة يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشاوك الاتنين تين بس اه ايوا يا حج عواس انا خلصي وارك كله معلم حامي ما انا جلسش غير على الامب يا كبير يا كبير لا احنا قولنا متر الارضة بمعامي تجليه يا كبير اسمع انت عارف انت مجامك كبير انت عارف انت مجامك كبير عندي قديم يا كبير انت زي المرحوم ابوي يا الله يا رحمة شوف انت اجيب الرجالة وتعلي نقعة جادة حلوة كده يوم الخميس وان شاء الله اللي فيه خير هيقدم ربنا يا عليمة سلام عليكم يا كبير بقى انا بكلم الراجل اللي عايشتري مني الارض اللي طلعان عين امي عشان اعرف ابيح وانت عم تبتطيلك في القردة عايشة ايه حزر فزر سمي مين اللي جاي النهار ده عايكون مين يعني سنت كلوز الحجة سمنته الحجة سمنته مين الحجة سمنته مين الحجة سمنته بقي معقول معرفها شي لا يعني متذكر الاسم بس مش مركبة على شكل الحجة سمنته يا كبير امك امي ده بقى ان المرار حيبدأ طافح صح اوشتري يا رب اوشتري يا رب في حاجة يا كبير وانت مالك يا راجل انت لا اصلا انا شايفك مش على بعوك با وانباين عليك القلقان للجردة دي ما تقلقش يا كبير الست سمنته دي زي العسل با تعرفها منين يا راجل انت شفتها فين قبلك ده ما شفتها شاكبير انا عرفها من كلام الكبير جوي عنها كان بيقول عليها واحدة ستة زي الكريمة اللباني جشطة هيا مين دي اللي زي الجشطة يا راجل يا خرفان انت انا مش صالحة كبير الكبير جوي هو اللي كان بيقول لك ده اي وقع عند الزجرة في الراجل عشان ميت عندي بمناقى اندلوك اخفى من والشي طيب انا روح عندي الناس الطيبين دول تعال يا سام هو ده الدوار يا ستي طيب اعرفها بس انا عجبني الستايل الجديد اللي عملتو فيه انتو نوين تعملوا تشينيز كورنر والجابنيز كورنر فوق نايس ايديا انا مفكرش في كده بصراحة احنا بللاتي اسمين نوصين نوصي انا والنوصي بتاع الكبير ده بقى يبش ش ش ش ش سيبني انا هاعرف الكبير لوحدي اوكي انت الكبير هيا الحلوة والطول ده انبليفبول تش عملي جدا مش ده يا سام الي بعدي اوكي انت امور بردو انا ما كنتش بجملك اوه ابني كيف انك مميزة؟ تشتريكة مميزة، تشتريكة كيف تحلقك؟ اوه، كيف تحلق؟ يا جماعة، لا تصدقوا ده كان نازل أبشع طفل في الحياة بشانب وحواجب بقى يشتريك اوه، شكراً، شكراً، شكراً حققتني الامنية دي انا مكنتش فكرة اني حشوفه طول عمري ازيك يا حبيبي؟ ايه ده هو ما بيكلمش ولا ايه هو فيه حاجة لا يا سام ده بيجعر بس بس تلاقي بطاريته فادية ولا حاجة ومين الحلوة ديه ديه امرته هدية اوه هدية ازيك ايه اخباراتك الحمد لله يا حماتي لرغم كمنا ديه جامير استردتزح معكم انت ترجاعك ايه Мы قابلين تصوروا جماعة هو الشهد على جوازي من الكبدير الاوى سام عميم استر مرحباً! جميلة! مزاريتا جيداً! ما هي الحبوب التي تلعها لك في وجهك؟ سام! هل أنت أيضاً؟ هل أنت وراء على طول على طول؟ يا جماعة! لا تصدقوا! حتى في أمريكا كان قاعد عندنا على طول في البيت! جوني! دي طبيعة مني قدم هو لزق بطبيعته! بهزر معك بهزر! يلا بين نطلع القوة تاخدي شاور بتاعك؟ يلا طلعي قطي! جابر خد شرطها وتطلعها قطي! قطك ليه؟ الستايل بتاعها هو اللي هيعجبك؟ بصي الستايل هنا عامل إزاي؟ بصي الستايل عندهم عامل إزاي؟ لا أنا عايزة أطلع قطك كبير قوي! لا! قطك كبير جوي لا! إيه دا؟ دا بيكلم أهو! ما حدش عيباية في قطك كبير قوي واصل! جزره وقطمها جحش! أنا مش أيحد! أنا كنت امرات ومنطك انت كمان! أنا قصد يعني علشان الأوضة مكفولة بقلها فترة! ممكن تكون مكمكمة! أوكي! هفتحها وحنام فيها! جابر من فضلك تلعي الشونة على فوق! سيا! 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 والله العظيمة منوران! تانكيو! تانكيو بيري مج! مدي يدك! ما تنكس فيه شي! ده الله طبخ بيدي! طب أنا بس عندي سؤال صغير قد كده! إيه البتالة أخضر ده؟ ده فضلة خيرك ملوخية بالتجلية! طب إيه اللي بيمشي على وشها ده؟ ما هي ده التجلية! بص يسيرك من ملوخية والحاجات دي! خشي بشربة الكوارع دي وانتي هتدعيلي! شربة إيه؟ الكوارع! يعني إيه كوارع؟ يعني رجلين العجل! إيه الحاجات الغريبة اللي بتاكلوها دي؟ طيب! نستأذن إحنا بقى! فضل! تستأذنوا الرحيم فين؟ انتو مش تاكلوا معنا ولاي؟ ياكلوا معنا كيف يعني؟ عنديهم ببيوت روح يتنايل ياكلوا فيها! لا! لازم ياكلوا معنا! قاعد يا جابي! هم؟ يلا! سي الله الرحمن الرحيم! هم؟ هم؟ وانت؟ اسمك إيه؟ خدامك فزاع! تعالي فزاع! قاعد هنا جمبي! ايه... اجعو عادي كمير! بتسهل مين؟ أنا لم أقول تقعد جمبي! يعني تقعد جمبي على طول! أمر جنامك! قاعد! تقلي ملوخية ولا كوارع؟ ولا أجيب لك كشك؟ لا! أنا هاكل من الحاجة دي اللي عندك كبير! دي فراخ يا كبير؟ أيوة فراخ! أمال بطريق؟ طب ممكن تديني منها؟ ماشي! ايدت هتجيبها بيدك؟ ولا أجيبها بريزليك! طب هتعلمك تاكل ازاي ولاي؟ مالعايش كيف لحد دلوك! عالتوني توز! عليموك تاكل بيدك؟ بربنا خلق لي ايدين ليه! معاش نبطص بيه وما أكل بيهم! اللي بيأكل بيده ده مش بني أدم ده حيوان! اسمعي ست انتي! اني ماسك نفسي عنك بالعافية! جزما بالله! ده يا حيوان يا قليل الأدب يا مش مترابي! ازاي تكلمني بالأسلوب ده؟ أنا مابتك! ولما تكلمني لازم تكلمني باحترام فاهم؟ ما هو يا عليك؟ ما هو يا والد؟ ما هو يا والد؟ أنا طلع من عم بأكل بيدك! عشان حيوان! من هنا ورايك لازم حتاكل بالشركة والسكين! ما عرف زي! تتعلم! بعد ما شاب وده الكتاب؟ هتكبر علي ولا اي يا والد؟ أنا قلت خلاص! من هنا ورايح الأكل بالشوكة والسكينة! فاهم؟ ده ظلم! وعلى فكرة! أنا ما تصلح بشي! اقده يا حماتي! اتقوميه من على الوقت الزعلان! أحسن! ما هو لما يقرسوا الجوح هيجيه كل واحده! حدي! حدي سمنتي! يا راحت فين دي؟ هي مين يا كبير؟ أمي! الحدي سمنتي! اه! والدت جنابك! طلعت من نجمة! راحت تعمل كروزة في البلد! وكيف تعملها تطلع لحالها يا جيحش انت! مطباية! ما جنابك قلتلي مبارح! ما هوبتدي لوحيها واصل! برضا قللي! ما جنابك كنت ناعسين! صاحيني يا فكاكا! يا منجن من الفضايا حرب! تعالي أدلتكم بتأخد تان عطرها! احتقدوا من عطر علي مكتبعتتلي جبتلي! يا جيحش تان ده! ايه يعني لون برونزاج عيده لزيت ويتمايس وتعالي ايه دي البلد اجازة النهاردة ولا ايه اللهية كبير مان الناس راحك فين سلامه علي وعندك واحد شاي وصل لحو هاي كوكي ملاش كوكي دي ليه يعني انت ماي بايبي بودلعك ملاش ملاش نبقى نتكلم في البيت يلا قومي نتكلم هنا انا مش هروح دلواتي احب على يدك ماينفعش القاعدة دي ليه يعني المكان دي بيقعد فيه رجالة بس ما بتقعدش فيه حرمة اسمها ست مش حرمة وبادين كل واحد حر يقعد في الحتة اللي تعجبه ويامل الحاجة اللي تعجبه بس ايه فروتس وقتا مهتجهش بس يا ست الناس رجالة احدانة في البلد عينيهم يتدب فيه رصاصة وما يصحش يعني حد يبص لك بصك دي ولك دي انت شايف كده؟ ايوه اوكي زوير ايوه اقمر يا ست الناس الحساب بتاعي بعد اذنك حساب ايه يا ست الكل دانتمو الغالي موسيقى ازايك يا هدية؟ الحمد لله يا حماتي هو كبير فين؟ مش موجود اجيب للتاكلة ولا اديت جزي لب؟ وانت يا حبيبتي ما تتكلميش على اي حاجة غير الاكل؟ موسيقى موسيقى الا قوليلي يا هدية والستات عندكم في البلد دي كلهم زي كده؟ زي كده كيف يعني؟ استانوا عملت طور في البلد ما شفتش ولا ست اوه اصل الستات حداعنا ما بيتشافوش بيتسمع عنيهم بس اوه يعني يمين انهم كلهم لابسين اسود في اسود كده ومغتين شعرهم اما ليه يا حاجة مش ستات؟ لا طبعا مش ستات دي ستات بوسي لا دي مغنوتية ايه مغنوتية دي بنتي مش ليها نوع؟ دي ستة وستة زي الامر جزدك يا حماتي ان انا عفشة لا يا حبيبتي دانتي حلوة وزي الامر بس امغطية على حلوتك بالحاجات دي كلها من هون داي كل ده بوسي يا حبيبتي الستة لازم تتحس انها ستة ان ما تشافتش تتعرف من راحتها طب دي انا بحطي ماء تولت ماء تولت ماء تولت يا حبيبتي مرتبني لازم تبقى ستايل واو لازم تبقى واو تقدري تقولي لي عملت شعرك اخر مرة امتا؟ لا معلاش يا حماتي كله كله الا شعري دي انا بسرحه كل يوم وسبوعي اروح اجيب لفقة من عند العطار ما تلقيهاش غير عند عطار المزاريطة بس فيها جاز وزيت زتون وزبل حمام زبل حمام؟ يعني ايه زبل حمام؟ يعني فضلات الحمام يا حماتي اوو جاكي اوكي جوتت يلا سيبي اللي في ايدك دا وتعالي معايا على فين؟ تعالي على فين يا حماتي؟ اشتركوا في القناة 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 هل تتحدث أرابيك؟ أنا الكبير كبير من داولس عند مزاريطي هل تريد أن ترى؟ منجو غطان منجة فاضية ما تجي نروح هناك ونزيته يا كبير باه ماي ويف بسرعة بسرعة قوام قوام يور نمبر يور نمبرم كل مي باك يا كبير بسرعة قبل ما مدعوها تأتي ايه يا كبير باه هادي ايه؟ أستري نفسك أولي أستري نفسك أشتري نفسك يا بات أنا مليش صالح الحج سمنت هي اللي عملت فيك دا وقالت لي لازم أن تبقى حلو عشان تعجب الكبير ما أنا متليل معجب بيك اتجوزتك ليه هنا؟ اتجوزتك ليه؟ الحجات اللي هتعقطها علينا مريكة شطئ العراة وتدتهات وحجات من دا يا بنت تتكف البقرة جارينك بصريمة مفيش مخ اخدي من ثقافتهم اللي يناسب ثقافتك كفتاح عربية في فتاح عربية تقعد يبقنس نوم في الدوار؟ مو ما فيش حد هناك يا كبير كلهم بره بره كيه؟ من الحج سمنت الله يكرمها خداتهم كلهم عشان يروق لنا الجونا وانت يعني الدوار فاضي خالص؟ ايوه يا كبير خالص مالص ها؟ خالص مالص زين الواحد قديح يقدر يتابع سبيستون براواقه وووه يا جماعي يا جمال؟ ما فيه؟ كلهم نتكلم في فرفس واحد ما نسمحوا مش بعضين شوف يا كبير أمري حج يا حويش خلاصة الموضوع هاي سوكي انت عندك ضيوف ولا ايه؟ هاي انا اسمي سامانثا انت اسمك ايه؟ طب انت؟ وانت اوSw اوهificación بالجميع اله اوه اي كوكي هما مش ب هيكلموا لأه هم اخبرات رامح اواه serge انا لازم اتلاه فوقشي عمله الشونة فان انا همشي اتبهي ضيفي عندينا ضيفة سيجوني لعمدة جديد أخوي جيتمين أمريكا ونظام هاي وباي الحجات دين هذي آخرت الحجات اللي هتعقتها علينا أمريك والله اليومين اللي انت قضطيهم معانا ست سامنته فاتوا هوى يريت اتعاود تاني حقيقي انا امبسطت في اليومين دول قوي بس انا مش عارفة هرجع كوني من بصري passed طب انا هتدلة عشان اطلع عشانة حضرتك من قط الكبير جوي عن اذن حضرتك يا سنتي السامنتة سام انت رسي حضلك يومين على معادة طيارة من شارم في اليومين دول انا هعمل تور في شارم انا عمري ما شفته بيقوله عليها حلوة قوي مع السلامة يا حماد هدية انا قصداك في حاجك ده ايه يا حبيبتي امانة ما تزعلي من الكبير هو قلبه طيب وبيحب الجوي بس هو ميرضاش يقول انا عرفها ايه انا ما ايه اللي نلبسك كده تاني ما ما حوقش معاه وحلف عليا لو شافني لابسك ده تاني هيطلقني غبي انيوي انا هبقى معك يا عنات على طول وحقولك تتسرفي معاي ازاي ماش هتوحشينا يا سام وانتو كمان هتوحشوني يا حبيبي جوني ماما لاحظات الوداع دي بتبهدلني طول عمرك سنستيف و ايموشنال يا ما بايبي اي لوفي ماما اي لوفيو تو تي كير تسام نازل ايدك يا حوان انت هتصحبني ولا ايه؟ وبقولك ايه اياك تمد ايدك على التوكولات سلانا جاباها لجوني انت فاهم؟ مع السلامة يا حماتي ربنا يستر طريقك باي باي أول باي باي وأحنا مش هندفع أكتر منك ده ولا هي رجالة صلاح يا عبدالعوز يعني خلاشت الموضوع يا كبير كوكي تعالى سلم علي علشان أنا ماشي خلاص قوم سلم علي مع سلامة يا حدي مع سلامة إيه ده مفيش حضن لمامتك حبيبتك معقولة يا كوكي مامتك مش هتوحشك مامتك أوح حبيبي باي باي هتوحشني خالص 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 وانت كمان يا حدي فاهمان الله فاهمان الله سيو جايز بين يا رجالة حدي عويس في ايه حدي عويس احنا حنقول لك في ايه انت خابر زين في ايه طب والعقد والغدا عقد ايه السلام عليكم بين يا رجالة يا حدي عويس الله العظيم طب يا حدي عويس وين مالي هو فيه حدي برضه كده يختار أمه طب صدق وتؤمن بيه قول لي له إلا الله يا شيخ الستة دي أول مرة أشوفها في حياتي طب عشان خطر أنت مكنك كبير قوي الله يرحقه أديني فرصة وأنا أشرح لك كل حاجة ميت بعد بكرة على قولتك ده أنت تتنور وتقنس سلام عليكم سلام عليكم هاي كوكي مين ده تجوزي حمادة السياحة وفروسي مرتاحة صاحب شركة طرز في الشرمة والغرداء حليب قلبي كفاية كده هيجيله برد هو مش هيجي غير بكده خلعتني عليك يا كبير بابي أنت كويس لا ده زي الفل تلاقيه بس مش وكل ولا حاجة يقوم ويأكل وحيتلاقي بيتنطط وبقى فكرة بقول لك يا بابي ما تيجي إحنا نرايح في قدتنا ها ونسيبهم هم يصفصفوا مع بعديهم انت مين يا ده حاجيني سيب الأميس سيبه التصامل ايه ايه ده يا كبير او ايه ده انت جياد انت مين وحاوزيه بقول لك سيب الأميس بحروق الكمير بقول لك سيبه على الأدب انت بتدخل معي ولا مع الأميس هو اللي عشان لابس أميس وونطلون حفكرني من العال فرافيرا ده لا زاعل واجيب ناسي زاعل وعملها معاك وبغباوة ايه ده يا ده مخبر اللي هتعملها معايا ما تغلطش بقى عشان ما تجيش فيه هي هي ايه اللي هتجي فيه هو انت عتحديف البتاعتوها بس انت عايز تتربى من أول وجديد ولا ايه بح انت بتبصيلي كده ليه يا ولد انفخ انفخ لمامتك ما انت مش متربي ولي مربى مام ربايش ايه ايه انت مش عاجبك كلامي ولا ايه ما هو الأمي مخباي علي وعمي يغلق فيه عموما حسابي معاك بعدين ما عليش شدودي بتزعلش منه بس الكبير ده دايما كده على طول قليل الزوق والله يا بيبة اللي مرجيتش اتعصب عليه وكنت حق بس عشان خاطرك انت يا روح روح Thank you يا دودي Thank you so much شايف الناس اللي اخلاقها عليم وزيك يا اللي ما تربتش عموما حسابي معاك بعدين يلا بينا يا بيبي نريلاكس في قدتنا شوية يلا يا بيبي 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 يا بيبي أوه! أه! ما أصمتها يا كبير! ما تسامعتم ما تقول لي إيه؟ ريلاكس بالهضة! تريلاكس فين يا دنتي! فؤاتي؟ لا! اسمها قطك كبير قوي! سو؟ اسمها قطك كبير قوي! الودي الصيص دهما يا حتبهاش واصل! على جوستي! أفر ما يديد بودي! واي؟ هتقول لي واي؟ هتقول لي واي؟ فكرك الكبير قوي تلوك! حيكون مزكتة بتربته وانت استحبالي حين صيزة يا ده! هتدخليه في فورشته! سام! فدي معاه حق! اه لا أنا بصراحة أنا كمان شايف كده سام! اخرس انت يا حيوان انتوا عايزين مان يهيد دلواتي! ولا حاجة! انت تنامي بقوتي ولا نمي مع اتوماس بقوتي هل فاين؟ فاين! لا ركو زي العسل! عاجبك يجده يد يا ساجح! بصراحة يا كبير انت اللي بدأت الخناء خناجت ايه? اخ ناجد ايه يا موكوس انا عمى كلمك علي بتعمل امك ما يلو اللي عملت له ماما في ايه ايه في المشكلة انت قاد مش راجل يا لا امك راح تتلوز لي عيه صايع وانت قاعد تقول لي في المشكلة انت دا يا اوي سوات انت لما فيه لوف وحب سوات نصغر مني ومنك مش هو ميل وهي في ميل يبقى السوات انا بسماعك سواتي دي تاني هجطع الجزمة علينا فوك انا مش فهم انت معصب نفسك ليه هي حرة اقول لك ايه وانت عيلي بقصة وابن امك يلا يا هديه ابن امك طب ما الطبيعي لو احدي بقى ابن امه هي دي مفروض شتيمة يعني لا هو تقريبا يقصد ان سام بتحبك اكتر منه بس على فكرة يا جوني الولد اللي متجوازاي سام دا شكله بيئة موت I don't care طالما الاتنين مابسوطين peace اهدي يا كبير ومتودش نفسك في دهية اهملين يا هديه اهملك تعمليه بس اتوخ الوادي السيس دي وهي امك هتسيبك الطخة لا انا طخة او طخة او طخة او طخة كنتي كمان ايه دا يا كبير وصلي عنابك ده عليه الصلاة والسلام اه دا كيف والحجي حويس جاي هو رجالتها بعد بكرة ايه بسهوط هتقول لي سهوط يا ولية اللي بسدكت ان راجو سفي من موضوع امي ده اقول له ايه تاني اقول له الولية همشت في النفوخة واتجوزت عائل قد اولادها وهو هيعرف منين ان امك اتجوزت اساسا ايه اللي اعمل ايه يعني؟ تخفيهم هم التانين في اليوم ده وما تنساش يا كبير ان دي امك اللي ولدتك وجوزها ديه بردك فيما جام ابوه ابوه يا مين يا بدي بيضوي انا مش متأمن للا اسمه حمادة ده ليه يا جماعة مالو حمادة حمادة شاب عادي جدي تهتعمل زيك كبير؟ اوكي بس طرقته غريبة شوية وبعدين بتحسو يعني لك حلنجي على فكرة الواد ده اكيد وراحها جغلت لو اراحها جغلت ماما كتحسد ماما ميديتاتور بقالي عشرين سنة اللي بيعملوا ميديتاشن دول بيحسوا النيجاتف بايبس اه طبعا وهي خبرة والاشكال دي عادت عليها كتير جايز ما حد شاف الموبايل بتاعي ايثين كله ضاع جيرلز مش ممكن كلهم زي بعض مهملين جدا انت كل شاحة ضاعيوا انلاقيهونك ايواني ما حد شاف الموبايل بتاعي قشلي انتي دورت عليه كويس اه ايو واضع ايكزاكلي يا ابن اللعيبة اش ممكن ايه 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 بلم اخدة يا كبير دي بتني منوم حصل يا كبير زي ما همرت جنابك روحت للواد عوضين جاعدي برتي باجز قسر قسر اعطاني ثلاثة نواع قال لي ده بلم اخدة ده لو عاوزهم يغفلوا ينعسوا قد يامين ثلاثة اربعة جديد وده لو عاوزهم يغفل ويوم واحد فقط لا غير والتالت ده أقوى واحد يا كبير أقوى نوع اللي حيبلدع منه هو ونصيبه يمكن يغفل يمكن يموت أفارق عليك عاوز أدوك مني يا كبير أنت قالت يا طفس الخبل ده فكرها بسبوسة منوميه يا كبير ده منوم هنحطوه للاسمية سمنتي وهلوادي الصيصي اللي معاه يا شندلتي منوم ليه الحج عاوز جاية بيت لازم أنتصرف وتويهم في أي قوضة طب الهداوة يا كبير لحسن يجرالهم حاجة إحنا مناقسينش مصايب هواني جايب لمنوم ده من المواني يا هاتير أنت أنا جايب لمناجزخانة أخمي من وسي بص يا بابي أنا لفلفت في المنطقة اللي حوالينا ولقيت الحتة اللي هلعمل فيها المشروع هي مش كبيرة ومش حتكلفنا كتير هي حتكون حتة الأرض اللي حواليها الترع هنا هنفتح الكوف شب وهيبقى فيه مطعم منه فيه هنا هنفتح جنبها ملاهي وهيكون فيهم الكام مرجيحة اللي هي ولا يا ولا معاي آخر حاجة وهي ايه الترع بعد ما نوسع في الترع هنشغلهم بقى على كام جيت سكي على كام بنانة على كام بدل اللي هنجيبهم والمشروع ده هيتكلف كام واي من نايم كده هعمل له بتاع 2 مليون جنيه أو 400 ألف درار وشوية فكة شوف العملة اللي هتعرفي السلكي وانا حتصدق بقول لك يا زو كبات عصير بس بسرعة ايه ديه تفكر لي خدامي لي وليه ايه يعني شغالة صفراجة ومياجة عفشاجة هل ايه شغال مع الكبير بالنسبة لك بقول لك ايه انا مرتداش تجيب حجاعات هتجيب العصير يبقى متشكلين مش هتجيبه ويبقى الزحلق كده ووريني جمال خطوطك يلا اتكل وشوف مصلحتك يلا تعالى كله يلا تانكس هدايا بلا انا مش شوفها يا حماتي بقولك ايه العصير ده تشربوه بعد الوقل عشان ماينفعش يتاخدوه على بطن فاضي شمانة يعني ما خبراش والله الدكاتره دايما بيجو فتكم بعافي دودي بيبي خليتهم يعملولك الفطير deb believes jam التي تحبه سلامي يا راح راحي بقولك ايه انا عزك بقى تضرابي العصير ده الاول بقولك ايه عشان توعرف يسلك اللقمة م احبش عصير البرتقان ده برتقان يعني كل غزا وفي تمان لا انا انا بعوضو بحاجات تانية طب اشربت كده وجرب تي يا حمدا قلت لك مابايحبوش مم, لي يا بابي كده جي ذه هتكسف ايه دي sue يلا جميل جورجوس يا جنن بال ENA والشفية يا رح راحي وانت مش هتشرب العسير بتاعك باحلق لي ما عدي وهو اعمل لي حموضك طب وخلتني اشربه ليه بت Heidi عزت تتغذي وتبقي كويوسة عشان خاطر بك اسغنون والله لما تتتقلبي ماحقوش رفطة واحدة وبقولك يا بيبي ما تتدكش عليها قوي كراحتة بوكي كون راحة فين بس اواتفق اواتفق فزاع ناعم اواتفق مشوفتش النق اواتفق المحمول بتاعي لاااا قصدك الموبايل ايوه للموبايل مى شوفتش الموبايل بتاعي لا ما شوفتوكش فكرك لما شوفها هلو اتجاعولك هادسواهلك في الجل او واحد فين البندو جي هانتي هانتي سامانتي مما يا مرحب يا مرحب الدنيا كلات هنورت الغذة يا بيت لا غذة ولا عشي احنا جايين نخلصوا في البيع ونتواكلوا على الله يا مين بالله متاتي احنا نتغدوا ونحلوا ونضربوا حجرين كمان معلاش يا كبير اصلي حدانا مصالح كتير وبعدين يا دوب هم كلمتين هنقولوهم ونمدي العقود ونسلمك النجدية حتى نشرب الشاي الشاي يا بيت شوف يا كبير احنا عارفين انك طالف في المتر 400 جنيه واحنا جايين النهار ده وطمعانيني في قرابق وعارفين كمان انك انت مش هتكسفنا وحتعمل لنا خاطر بوه خاطر واحد بس ده مليون خاطر وخاطر ده انت على رأسنا من فوق السماء عليكم السماء عليكم باش مهندس حمادة حمادة السياحة وعشتي مرتاحة صاحب شركة طرزة في الشرم والغرداء واي حد رجال عنده اي مصلحة كده ولا كده ها ينزل واسأل علي حمادة السياحة هم هيزبطوه احلى تصبيت من ضيوف جوني بردك انا من ياشفال الحبيب اه اه جوت مورنيً چلواً انا سواء انت تفكرني فعلن انت ها نسيت انتا من لا تكلمش كوووووووكي دارلين ايه تم أحنتها الت给 تمنا و ايه في حفل ايه ده؟ ايه الشنب الرهيب ده؟ ناحية إفازيل وناحية سرين اول مرة اشوف الشنب اكبر من صاحبه لو اش عاجبك مقاسه ممكن ترجع وتجيبه اقل نمرتين ممكن هيسوق باعد يدك يا شت انت ايه يا حجوان ايه يا جدع انت انت هتمدي ركع الحريمي ولا ايه الساد ده شكلاحة كيفك انت بيقول ايه الكلب ده؟ بتقول ايه يا جدعش انت لا كده انت قبت اخرك والله حيعدي نخط ده انا حفلة دماغ لسه ودي لقول يرديكي الكلام ده كبير ما برضك يا حجي عويس فيه فرق السقفات يعني والحجات داي بقاك ده بيه نار الجهنة وما فيه السلام عليكم كمان يا حجي عويس بسلام لله يا رجل خلت ايه اقول لك يا حجي عويس والله العصيم ثلاثة الوادي الصيص ده يبقى جوزة دمي يا حجي عويس امي اطخة يعني يا حجي عويس ده ربنا وصانا بالوالدين يحسن حجي عويس حجي عويس راحة البيعة راحة البيعة راحة البيعة وحنا تفضحوا في البلد وفليحة بجلاجل الحجي عويس ده ما يدبر لسفخاش مالفون عارف الفون انت عمد ايه عمل كلمك المبايل يا كبير المبايل ملق يهوش ضيعت المبايل ابو الفيني جنيه يا باهيمة لا مضاعش ده مش اول المبايل يخفم الدوار المبايل توماس ومبايل أشلي كمان ملق ينهمش باه يبقى فيه حرامي في الدوار شك شك مرزوجة تعلي جنبي وشك شك مرزوجة تعلي جنبي وشك شك مرزوجة تعلي جنبي وشك شك دودي اللي عمل فيك كده محميل محميل يا صيص البيه جوزك طلع حرامي وردس جون ومسموش حمادة من اساسه انتو جياد اسمك الحقيقي ايه هتنطق ولا اطلق عليك فزاح حاول حاول والمصحف لليل على كل حاجة بصي بقى يا بيبي بح البيبي دي له نطقته اي تاني هتففك اسنانك بصي يا حاجة يا امو الرجل المحترم ده هو اللي اصم اسميش حمادة سياحة ده منظر حمادة سياحة الناس مريدر بشباشي ايش محاوف ايه ممصدقاش ايه طلع البطاقة هاد بطاقة؟ بطاقة؟ بطاقة معي بطاقة معي منح تتالب ايه صح 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 ايه يا هتين انت؟ مش يديك البطاقة ودتالي مئتين؟ ما كونه المنظر فيه ايه اه انها ما عليش يا ما شباب ما عليش عندي انا دي ما عليش تبسعها فيه خد اقره دي منفلك يا هدية اخدي قريلي عشان شفار فقره عربي حاضر يا حمادة الاسم رضى السيد احمد البشبيشي العنوان اربع بلوكات ناصر ضميات الوظيفة فني تبريد وتكييف زكر اعزب رقم البطاقة في ايه يا بيت؟ في ايه؟ نجس تقولين الفانينا بتاعتها ميديام ولا الارت؟ هنعزروا؟ يا سافر ولسه البيح طالي عمل جالك كبير جو جو في دميابط وهناك مدين لنكنهم ريد المشط ما تكمل ياد ليها تاريخك الاغبر يا ريد كمل كمل انا قصة مسجل ناصمة والحكومات تجري وراي في كل حتة فقربت على شار ما عشان لا لقت رزق فيه يعني ايه تلقت رزق يعني شوف ايه واحدة كده اخواجاي ولا كبيرة زيك اتجوزه واطلع بالمصلحة وبعد كده باخلع غشيش 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 اعني تنتي يا ستي الكل غشيش 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 تانكيو فزاع اعمل جنابك زاع اعمل جنابك اطلع من هذا الغشياش تيل اشرف وقوله الكبير عاي سلم عليك ويقولك دوير بست كده اوفر يا كبية جزره وقطومها جحش مع السلامة يا حجة هنتوحشوك واللهي يا مين بالله الولاية المتحدة هتنول والمصاريفة هتظلم يا ستي الكل ألف سلامة او فزاع تانكيو 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 فر افريثنك تانكيو فر افريثنك والنبي اللي تكرريها تاني يا حماتي حاضر يا حبابتي هو كبير فيني الكبير خرج من الصبح وانت مالك انت يا حيوان انا بسألها هي على فكرة انا ما بكلمكيش انا بكلم جوني بس يا ماحا انت مالك انت يا حيوان مش ممكن بتحيش ارف المالوش فيه عموما انا كنت عارفة ان هو مش حابب وقودي هنا ومفضلك سلميلي علي اهدي يا اوه من عيني يا حماتي يلا يلا تاخرنا استنى مع السلامة يا حماتي انا توحشوك واللهي سو كيوت سو مج تيك كير مع السلامة يا حماتي سلامة باي سلامة بحفظ الله باي قرقي السلامة باي سلامة باي سلامة لا كيف يعني انا كنت في السوق بديبلك هدية ديال زينة زينة وحشمة وفوك تلبسيها في امريكا كمان طبعا هلبسها يا كوكي طبعا بص عايزة وصيك خد بالك من اخوك جون ما تتخنقوش مع بعض ما تتخنقوش ما هي